كل اربعة الحقيقة برشة ولا يستنى الفقرة هذية اللي من خلالها نحاول نقرب برشة من العويل من نفسية لانه نمن برشة انه الانسان بش يكون شخصيته سوية بش يكون متوازن صحيا صحته العقلية وصحته النفسية راهو هذية في علاقة ويتحدد بنوعية زداء العلاقات متعوه صحيح ولا ليه هالا فرح صباح الفل صباح النور الورد والياسمين وكل متابعين على نسمة صباح دوك انا اليوم قدمت الموضوع بطريقة هكا مغيرة شوية اليوم كنا نعرفه الانسان هلا هو كائن علائقي يعني يدخل ضرورة في علاقات من اللي هو صغير للشباب للسن الكهول وفي علاقاته هذية اكيد بش يلقى لبيه بش يلقى الخير اكيد انا نحب ندخل بكم بحديث ليا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله الناس معادن كمعادن الذهبي والفضاء يعني فهم الديامونت وفهم الاحديد وفهم الذهب وفهم الفضاء ما يعنيش اللي كل معدن اخيب من معدن بيه لكن احنا اليوم بش نحكيه ويظهر لي يظهر لي على حديد وحشيكم لمصدد سمحونا هو صباح اما مي سيلس ركزوا معنا شوية في موضوعنا لليوم نحكيه على العلاقات السامة احنا نعيشوش في الحياة هذية وحدنا احنا نعيشو كمجموعة في علاقات وعلاقاتنا احنا مسؤولين عليها بدرجة اولى هذيك عليش ديما نحب ندخل ونقول رايحياتنا واقعنا هي نتيجة لقراراتنا واختيارات هي نتيجة لقراراتنا واختياراتنا وتوراو قديش مهم هذي من بعد نعم هذيك عليش الشخصية السامة هي علاقة السامة يعني علاقة مسمومة لطفة عليكم تعيش معاك انك يقترلك في الصم يا خطوة خطوة تكشى تكشى كما نقوله احنا يا نجم يكون الصم قوي ولا يكون القتل المميد للحالة البطيء للشخص اللي يعيش مع الشخصية السامة الشخصية السامة تنجم تكون قريبة برشة نجم ننطلق من العائلة ساحنا نقوله سامة هلا ولا ساحنا نقوله زيدا مؤذية صحي اذا كان فيها نوع من الصم اكيد بيشتأذيك اشتأذيك نفسيا اشتأذيك عاطفيا اشتأذيك حتى ماديا ومشتأذيك حتى اخلاقيا العلاقات هذية لان احنا نربطه علاقات بشخص اخر مقابل ينجم يكون في مكان العمل زيدا ينجم يكون في الدراسة ينجم يكون مدير الشركة متاعك يكون شخص سام لكن احنا اللوعي لهنا انا نحكي على درجة اللوعي الجامعي وقت اللي انا نكون انسان واعي عارف مع شكون نتعامل عارف فن العلاقات شكون انا الانسان هذيك لان احنا بصفة عامة نتعامل عاطفيا مع الاشخاص عنا انواع هلا في الشخصيات المؤذية هذية بمعنى هل هذه درجات هل الناس هذوما يسهل اني نتعرف عليهم من الوهلة الاولى هل لابد انه يحصل لذرر ولو خفيف بشم بعد نكتشف اني انا في علاقة من هذا النوع سامة نعم اذا كنا قلنا سامة يعني فما ضرر كما كنا يكون خفيف او قوي جدا لانا انت درجة تحمل واستقبل الشخص المقابل لاخر لكن احنا كنعيشوها فما علامات لازم نعرف اللي احنا قاعدين انتعاملوا مع الشخص السامة لان نجمو نتعدو بشخص السامة منفقوشي اللي هو الشخص السامة الا بعد فترة الا بعد ما نقوله كله دا العصافة اعطينا العلامات الشخصية السامة فما علامات هو ناكر الجامي فما اصدقاء ترقاها ديما بحديك انتي تقدمي لسيرفيس قدمه وتطلب معك نهارت اللي انت تحب تواخر وتقول لا تنسى كل شيء ومعادش تذكر حتى شيء وتسلط عليك تقولي تقنيب ضمي تولي حق مكتسب هذي نوع من الشخصيات السامة هذي ولا بد لانا مرينا بواحد من هذا النوع بارش من هذا الخبيل في عائلة موسعى في بوتقة الاصدقاء اصحاب العمل ناك هذو ملجح ودين الجح ودينين ناكر الجاميل ناكر الجاميل يولي انك وقت اللي يحب يقصدك ويجيك في حاجة لازم تقذهل ما تقذهلش تولي خايب تولي انتي انسان جحود يريدوا السيفات الموجودة فيه هذو ياخده ما يعطيش ياخده ما يعطيش وحب منحقه ديما انه ياخد انه ياخد وقت اللي انتي تطلب بيش تاخده اذا كن يعطيك حاجة المصلحة الخاصة لانه بيش ترجع له يعني كمه قوله باكثر منفعة لهو لانه شخصية موش تذكية رهو خبيثة جدا يعني يعرف يصطاد كما نقوله الفريسة متاعه يمشي للسخصية الطيبة يمشي الانسان لحنين يمشي الانسان المتعاون العاطي في برشة زادة عنده نقطة اخرى اليه معنى هو يمثل عليه لهنا اي 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 حكيوا عليها علاقات ما هي الصادقة لانه شخصية مريضة هو شخصية غرسوية راهو الشخصية السامة مصاص الطاقة انسان سلبي وقت اللي تقعدوا مع انسان بعد ما يمشي ولا تقوم وتبعد عليه وحاسي تروحك سلبي حاسي تروحك مريض حاسي تروحك تحب ترقد حاسي تروحك تعب كنت في جو معين واللي انت حزين يعني نقلك العدوان عليش نقول لكم تقعدوا مع الايجابية تحسوا بالايجابية تقعدوا مع السلبي تحسوا بالسلبية هذه راهو زادة شخصية السامة شخصية اخرى درامية دي ما يشكي دي ما يبكي دي ما حزين لطف والعياذ اي ويبدو ينقلك في الطاقة هذيك نهار كامل يتشك بيثال عندك جارة تجيك نهار كامل تتشك من زوجها وقت تبدأ فيها صحفة لعصية وليما تتشك لك شو ما تحتيلكش وتحب لكل شئ تجيك في الحاجة تحتيك كان نصف الكاس الفيرغ صحي كاس المليون لا مرواش هذيك شنو هذيك مش يأثر فيك بطريقة غير مباشرة وترجع انت بضرارة على عيل أولا على نفسيتك بيش تحس انك اكتابت شعرت بنوع من الألم الداخلي لأنه احنا دي ما نقول هذيك عليش دي ما نعمل كل مسافة الأمان لذاتي هي انا معروحي نعمل مسافة أمان صحيح خالي انه مع شخص آخر الشخص هذي عنده الكذب برشا كذب يكذب لأنه بش يبني مصلحة معينة لكن وقت اللي انت تركز معه طبعا ما تقع برشا حاجات جايبها من عنده يعني ويدزم يشوهك انت وقت اللي كيف نرجع عن النقطة اللولانية انت تولي انت الجاحودة ويطلع فيك زادة حاجات وميزات مهيش موجودة فيك انت يحب يأذيك هذيك الشخصية السامة انه المشكل مهوش في الإيذاء انه كذب عليك لأنه مع الوقت الشي تكشف الناس بشي تكشف لكن شنو يأثر فيك انت من داخل تعرف يشككك في روحك يخليك تعيش انك بالحق زيما أنا خيب لك الدرجة خاصة هذيه في العلاقات الزوجية الرجل أو المرأة الموت شيء ما ديما ولا ديما تقلل ولا يقلل من صورة مرته أو انه يعاملها سلبين اللي ترجع شنو اللي ينقصني أنا تولي تشك في روحك تتهز ثيقتك في روحك هذه الشخصية السامة الشخصية السامة بصفة عامة نعطيكم مثال وتعجب لي قصة صغيرة العقرب وظفدها ظفدها حبة تشك بحيرة صغيرة قلت لها العقرب طلعني على ظهرك وشق بي غزرت لها قلت لك كي تلسعني قلت لك كيفش نلسعك وانتي كي تشق البحيرة مش تغرق وش نغرق الزوس علوها ركبتها على ظهرك وشقت بي في وسط الطريق لدغتها قلت لها ليش قلت لها العقرب يعني هذيك طبيعتها نجامش تخلى عليها دوق ما فيه شي دوية تحب تقول هيلة شخصية السامة ما فيه شي دوية ما نترجيه وش منها أنه تتغير أنه تتصلح أنه تتبدل أنه تتوب لربي أنه معناها يصلح ربي من حالها الناس هذو ما احنا فيه علاقات بش نمشيه لجزء ثاني كيفش نتعاملوا معاهم هالوقت اللي نتفطن بيه ونكشفه نقطع فورا على يقتيب بيه مثلا انتي قلت ساعي ناس أختي الكريمة محليها كلمة ربي يهدي وقتلي أنا مهوش هديني ربي ومانيش واعي بذاتي أني شخصية سامة فما شخصية سامة ما تفيقش لها شخصية سامة وتبدأ محليها راو هي الشخصية المتحكمة هذا الوعي أني وقتلي نكون شخصية المتحكمة نحب نصلح كل شيء نحب كل شيء يمشي على كيفي نحب الناس كل بكون محليها ولكن وقتلي أنتي تخلفني الرأي ولا أنتي ما تكونش في الصورة اللي أنا نحبها أنا نبدأ نأذي فيك ومانيش فايق يعني أهم حاجة لا يغيروا الله ما بيقوم إلا إذا غيروا ما بيأنفس حتى يغيروا ما بيأنفس صحيح يعني نبدأ بروحي نشوف شنية هل أنا قاعدة نأذي في شخص مقابل نقعد معروحي يعني نطلب من ربي أول حاجة الهداية أنه يهديني للطريق هو مرض نفسي نجمو صنفوه لأنه فيه شوية لساديزم يعني يصن ساديك شوية بمعنى وأنهم يتلذوا عذابات للآخرين جميل جدا ثم شخصيات تتغذى على الألم وقت اللي أنت تحس بك للصم هذيك خاصة هذه إذا ما حسها كاملة الشخصية النرجسية من أقوى الشخصيات السامة التي تنجم تأذيك نفسيا خاصة يعني خاطرها ما تسايبك من أذكى الشخصيات زادة الشخصية السامة هنا تتلاعب بك كما تتحب من أخبث من أخبث أنا عندي شوية تحفظ على الذكيره وذكيف الإيجابي vivir ترك الحيلة الحيلة في ترك الحيلة نعم الحيلة في ترك الحيلة أنت وقت ليتقىك واعي إنك بشخص لckace نرجع كيفش نتعامل مع الشخصية هذه واعي إني أنا أتعامل الآن مع شخصية النرجسية أو شخصية سامة قوية مثال في منطقة العمل المتاعي نجم يكون العمل المتاعي داير بيه برشا أشخاص سامين أو صاحب العمل شخصية سامة لكن أنا لا نجم نجم نبطل من العمل هذه ونبدلها لكن تنجب تقع عارف آخر زادة السامة لهنا الزمنا نكون وعين كيف نعمل مسافة الأماء هنا أعطيني وصفة أعطيني مفاتيح للخروج سالمين من علاقة من هذا النوع أنت توقلت حاجة مهمة ولابد في علاقتنا في العمل في الدراسة في وين نعيش أنه مش ندخل في علاقات من هذا النوع وقد أكون مجبرة ومش بسهل نخرج من خدمتي لأنه محاطة بناس سامين كيف نجب نقعتي خدمتي ونحافظ على مكتسبتي من غير ما نتأذى نفسنا نستعمل مجموعة من استراتيجيات استراتيجيات تحرك نحوها والابتعاد عن تحرك نحو الهدف الحاجات الإيجابية الحاجات اللي بشيت فيني خاصة في العمل ولا في الأسرة نتحرك نحو الحاجة اللي أنا عندي أعمال بشو نقوم به الابتعاد عن الأشخاص السامين هذو نقلل التواصل اللي أحتيكيك معاهم كل ما أقص أنا وقتنا بدوي عن شخص سام هذيك دي جاه أنت عملت مسافة أمان وعملت هالة لتحميك في ستة واصل أنا قبل ركي توصل أنت سلمة داخلي بك التسامح تقبل الشخص الآخر بجميع الصيفات الموجودة فيه بالإيجابي والسلبي إذن القانون تقبل هذيك وقت اللي أنت أنا قبل أن أقول لهم عبارة جداء لكن أنت هو معاد الجداء لتول هو هذي الفضاء يصبح فضاء الشخص المقابل يصبح فضاء وقت اللي أنت توصل فيه خمسة وين اللي هي أقوى درجة أنك ميأثر فيك حتى شيء هذي قوة كبيرة وهي تصلوها بالتسامح نعود نرجع بكل كمرة والتسامح لأجل ذا ويتك صح وقوة الشخصية مهمة برشو لهنا أني نعرف روحي أنا شنو أحب أحسن وأني نحمي روحي لأنه بقرار نرجع عودا على بدء معاك هلا أنه أنت بديت بجملة قلت أحنا نقره حياتنا ونقره الطريقة اللي نحطه فيه روحنا ذاك بقرار نجم نحطه على ما تقف للناس هذوما الكل ومبعضهم صحي لأنك لهنا نرجع حق الاستحقاق قانون الاستحقاق أنا أستحقه أنا أعيش حياتي كما أريد ليس كما يريد الغي أستحق أن أعيش حيات بسعادة أعيشها باختيارتي أنا مش باختيارة بابا لا بأمي لا بحد تحد اختيارتي أنا مدام ترضي ربي ومدامي أنا في الطريقة الصحيح وساعد بها هي اختيارتي أنا ما نش مجبرة ولا ملزمة إني نعيش في علاقة سامة صحيح أعطي الفرصة أن نسامح صحيح إذا كان لقيت الشخص الذيك ما فيهش دواء أبتعد لأن ناخد النقطة الأخرى هو وضع الحدود استراتيجية وضع الحدود في أي بلاسة تضحت مثل الزوجة أو الزوجة أنا كل سأفألك نقول لك هذي تحت ثقاف واحد ولا فيديو كوبل برشة أكيد الواقع سعي برشة يعني نتخيل لهم رأة وراجل واحد فيهم مش ضرورة تاني يكون الراجل يرا هو العلاقة المؤذية كيفش يتصرفون هنا وعندهم صغيرات في الوسط في البداية إذا كانش قلنا العلاقات السابقة إذا كان فيها إذاء نفسي ومش تضمرك أو فيها تعب نفسي دي ما قلنا فما منجحتش في بناء زواج لكن لازم يننجح في الطلاق خلي الطلاقي ناجح ومدام فشلت في الزواج لكن هنا أنا وقت نضع حدود مثال أنا أقول لك ليه؟ لا أسمح لك بيش تقولي هكذا أنت عندك حق تنتقد سلوكي أما بيش تنتقدني أنا لا إذا كان حاسيت أنه الأسهم يعني خاطر أنه يوجه لك أسهم أسهم سامة الشخص السام يشكوا لكم هو يتغذى على الإذاء متاعك بعد ما يعطيكك الشحنة السلبية وتبكي كل شيء رمي حنش عليك يبدو هو شيخ هو دي جاء أنت عبارة كما يقولون هو الليسانس متاعك هذيك الشحنة اللي هو بيش هو زيد يتقوى عليك وأنتي تنتسر شوك تكتيح كما يقولوها تبدأ ضعيفة الشخصية قدامه ويشككك في ذاتك وردوا بكم تخليوا أي إنسان يشكك في ذاتك أو يحطك من قيمتك لأنه نرجع ونقول قيمتك راه مأخوذة من الله من المصدر سبحانه وتعالى أنت بقيمتك لا تسمح لأي إن كان بيش يتقصر من القيمة هذية ممتاز هذو ما كالك شوية نصاح اللي نجمو نعملو بيهم حسانة نعملو ليرباق مع الناس وهذية بش نقعد في صحة نفسية وعقلية لأنه هنا ونختم بهذية هي لبعض الحالات المؤذية تنجم توصل لأمراض نفسية للطرف الآخر وحتى عقلي وصحيتك أنا نعرف مرأة ووصلت يعني لمصحة المصحة النفسية هذيك عليش أحنا داءا لأنفسنا أحنا مسؤولين على اختيار الأشخاص اللي نتواصلوا معهم نبعدوا الأصحاب السوء نعرف مع شكون النقعد شكون يزيدني شكون الإيجابي لأنه شكون العلاقات عدوى أنا نقعد بالناس الإيجابيين الناس مش تعطيني إضافة سنون نقعد ما روحي ونطور زي دا ما روحي نقرأ على الشخصيات فن التعامل مع الناس كيفاش أنا نكون واعي بذاتي بش أنا نكون واعي بالآخر كيفاش أنا نحب روحي ونحمي روحي قبل ما يأذيني الشخص المقابل ما يعنيش راهو القطع كي نقولك مقطع مع الأشخاص أن يفكها بعده لا عسلامة ما راح بقى ما منسمح لك شبش تأذيني نحط الحدود التاعي ونعتزل ما يؤذيني نعم نشكرك برشا هيل عملنا دورة من زينا برشا إن شاء الله أحنا راهو برشا يتبعوا في النسبة تصباح في التوقيت هذية إن شاء الله يكونوا استفادوا إن شاء الله تكون بالحق يعني رو ساعات واحد ما راش روحوا على سواب ولا على خطأ ويسمع حتى عارضا شوية من هالحوار هذية تعطيه قوة من نوع آخر وتفيقوا وتوعيه على برشا حاجات إن شاء الله نحبوكم أقويين نحبوكم بطبيعة الدخل وتكونوا في دائرة علاقات ما كانت نجم كانت تهزكم وتهزكم للباهي وتعطيكم دفع إيجابي نشكرك هيلة عفوا ونحبو نقول لكم أحبو رواحكم ومتنتظروش لا اهتمام ولحب حتى حد وقت تنجحيتكم والكل شكرا لك أنت اسمك هيلة وعملت لنا هيلة المزينة هنا في البلاتو إن شاء الله نبدأوا بإيجابيات عالية وبطاقة عالية زي دا نشكرك برشا مرة أخرى ونمشي